ثلاث أذكار تحصن بيهم نفسك كل يوم كل صباح ومساء بسم الله الرحمن الرحيم شرور الدنيا كتير وصعوبات الدنيا كتير وتحديات الدنيا كتير وعيون الحسات كتير وآغلب أزية الناس من الناس ومحدش بيسلم من الناس والدنيا كده وطبعتها كده لكن ربنا سبحانه وتعالى أمام كل هذه التحديات حطلك طريقة تحصن بيها نفسك كل يوم الصبح وبالليل تحصن بيها نفسك من شرور الحسدين والمستهزئين والظالمين تحصن بيها نفسك عشان تحمي بيها نفسك قدام الناس دي كلها وهذا التحصين أعلمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم أساس التحصين دوا هو أذكار الصباح والمساء أنا مش متخيل إزاي واحد عائل ما بيقولش أذكار الصباح والمساء إن شاء الله واحدة فيهم يا صبح يا بالليل وما بتخدش ثلاث أربع دقايق وترجع لأذكار الصباح والمساء تحس إن انت في أمان والله تحصين انت محصن نفسك انت محمي مين يقدر عليك والحقيقة كل أذكار الصباح والمساء صبح وبالليل تديك طاقة وتديك قوة العقل بيقول ما تسيب نفسك في الدنيا كده خاصة في الأيام الصعبة خاصة لو خاف إن حد يأزيك خاصة لو شاكك إن في حد عايز يحسدك حصن نفسك حصني نفسك لكن فيه ثلاث أذكار مخصوصة هي الأهم وهي الأكثر في موضوع التحصين الذكر الأولاني بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء في ذلك اليوم انت مسدق النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حد حيدورك ما فيش حاجة حيدورك بس ممكن يأذيك لأن لن يتوقف أن الناس تحاول تأذيك بس ما يضركش لأن الأزية غير الضرر يقول الله تباره تعالى لن يضروكم إلا أذى يا رسول يا رب تماهي الأزية هي الضرر لا يأذيك لكن يضرك لا لازم تتقلب لصلحك مش هيعرف يضرك الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السمي والعليم خايف من مين النهاردة خايف حسس ان مين حسدك النهاردة خايف من مين يأذيك النهاردة وحد الذكر التاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح سبع مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كفاه الله همه في ذلك اليوم إيه الحاجات اللي انت مهمون منها إيه اللي شيء الهمه النهاردة سيكفيك الله بهذا الذكر بس تقوله من قلبك حسبي الله حسبي الله يعني يكفين الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الكون كله صغير أمام العرش العظيم يا سلام سبع مرات حين يصبح كفاه الله همه في ذلك اليوم وسبع مرات حين يمسي كفاه الله همه في هذه الليلة يبقى الذكر الأولاني بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء تقول الصبح لا يضره شيء في ذلك اليوم تقوله بالليل لا يضره شيء في ذلك اليوم الذكر الثاني حزبي الله لا إله إلا وعليه توكلته وربه العرش العظيم تقول الصبح كفاك الله همك في يومك تقوله بالليل كفاك الله همك في ليلتك الذكر الثالث والأخير من قرأ حين يصبح قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كفاه الله كل شر في ذلك اليوم كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجمع يديه ويقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات وقل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات ثم ينفط فيها ويمسح بيها وجهه ويمسح بيها جسده صبح وقبل ما ينام ممكن لو خايف من أي حاجة في الدنيا ممكن تحافظ على التلاتة دول التلاتة من أسكار الصباح والمساء لكن التلاتة دول مخصوصين في تحصينك من كل شر وحسد وأذية حافظ عليهم اللهم احفظنا وحرصنا وكفينا الضرر وكفينا السوق وكفينا أذية البشر وكفينا من الحاسدين والحاقدين والشامتين اللهم كفينا إياهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله